نتكلم المهاردة على موضوع جديد من موضوع التعلم الاحياء وهو النفل في الحيوانات قبل ما امتعك كده نسأل سؤال بسيط لو انا دلوقتي معايا دجاجة عطر وقمت بوضع نقطة من العطر في اول الظروف حينا ايه اللي هيحصل لما امتع العطر دي عبدالله تنتشر يا سيدا في الغربة تنتشر اول حاجة هتبدأ تنتشر منين لمنين من البداية من هاته ايه في الغربة طيب ايزا الحركة بتاع الجديدات العزل اللي عندها تبدأ تتحرك من الغرفة الى اخر الورب طيب معروفة المعلومة دي بالنسبة طيب ندفل بعد درس بتاعنا ونشوف ايه علاقة الكلام ده بالموضوع بتاعنا بس من ملصف طاقة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيوانات لها جهاز دوري وحيوانات ليس لها جهاز دوري وبالتالي ليس لها قلب هناخد بعض الأمثلة على الكائنات الموجودة هنا وبعض الأمثلة على الكائنات الموجودة من الكائنات التي ليس لها جهاز دوري حيوان اسمه حيوان الهايدر هذه حيوان الهايدر حيوان الهايدر ضايا شباب كما انا شايف بيتركب من جهاز بصيل جدا بالشكل ده هو هادي طبقتين بينهم تكوين معاوي هادي طبقة داخلية اهي وهادي طبقة الخارجية اللي عندي خلاص؟ طيب كائن بسيط بالشكل ده هو تتوقع ان عملية النقل بتاحته تكون بايه؟ بالانشطار طب انا عندي دلوقتي طبقتين اتنين طبقة داخلية وطبقة خارجية ابدأ اوزع الجزاء اللي عندي جميع خلايا جسمه ازاي عن طريق ايه؟ الانتشار ينتشر من اللي من هنا يا شباب؟ من الطبقة داخلية الى الطبقة الخارجية الواضحة المرضى دية طيب لو انا دلوقتي جيت قلتلك اذكر لي مثال على كائن لا يحتوي على جهاز دوري وليس الوقت بتقول لي ايه؟ الهاجة بتقول لي ايه؟ الهاجة طيب انا دلوقتي عندي جهاز دوري موجود في كائن حي وبالتالي كائن حي اللي عندي ده هوت ليه ال فهيبدأ ينقل ها ينقل ينقل الغذاء المخضوم لجميع خلايا بتاعته وعندي كائنات تالية منهاج جهاز دوري وبالتالي هاتينك المواد الغذائية بتاعتها بطريقة مبسطة اول مثال ايه؟ الهيدرة وقلنا طريقة النهل اللي بتاعته بالايه؟ بالانتشار طريقة النهل اللي بتاعته بالايه؟ بالانتشار كلنا موفينا عن كلام ده؟ طيب مثال على حيوان لا يحتوي على جهاز دوري؟ الهيدرة كيفية النهل؟ بالانتشار كيفية النهل؟ بالانتشار قاليني؟ طيب فاضل خلصنا الجزئية دي يبقى انا دلوقتي عندي مثال لحيوان اللي ليسة لقبل وكيفية الانتقال في الحيوان دوري خلاص كده؟ طيب يعني كده ببتع على جهاز دوري يبقى الكائنات اللي انا هتكلم عنها دلوقتي كائنات لها جهاز دوري دوري اه قالك طب الكائنات دا هتبقى المعين في الحالات اللي بقى جهاز دوري مفتوح وجهاز دوري موظلات وجهاز دوري ايه؟ موظلات طب ايه الفان؟ حد يعرف تتوقع عندي جهاز الدوري مفتوح يكون شاكل بساني هم؟ مفتوح ايوان عيوان ليه؟ لان الوعاء اللي عندي ده اوت لو سبت الثامة ممكن يفرق دوة برا الجسم بطريقة غير طبيعي فبالتالي لازم اكون متحكم فيه فعشان كده لن يبقى عندي جهاز دوري مفتوح لازم الدم يا سيل فيه ايه؟ ببط يا سيل فيه ايه؟ ببط طيب عملية تبادل للغذات يا محمد يا فاحت انت دلوقتي عايز تبادش مكت اكسوجين المفروض ان انت توديهم لجسمك بسرعة ولا ببط لا ببط لا انت دلوقتي الخلية بتاحتك محتاجة شوية اكسوجين توصل بسرعة ولا توصل ببط لا بسرعة ليه؟ لانت الخلية محتاجة بنها تكسر الغذاء اللي بواه عشان تحصل على طف يبقى ايزا لو انا عندي جهاز دوري مفتوح يبقى عملية تبادل الغذات هتكون برضو ببط اما لو عندي جهاز دوري مغلق بسرعة بسرعة هتكون ايه؟ بسرعة هتكون ايه؟ بسرعة طيب يبقى اذا حفتي منهم؟ حفتين اتنين ان عملية تبادل الغذات سريعة نقل الدم ببط ونقل الدم برضو ايه؟ ببط يبقى الجهاز الدوري المفتوح عملية تبادل الغذات بطيئة ونقل الدم في ايه؟ بطيئة كيف اجبت الدرس بتاع النهاردة؟ واحد حيوانات لا تحتوي على جهاز دوري مثال ايه؟ الهايدر كيفية الانتقال؟ بالانتشار الانتشار من الداخل الى الخانق طيب ما تيجي نحط رسالة يا شباب على الحيوانات اللي لها جهاز دوري مفتوح لها جهاز دوري مفتوح عندنا دلوقتي حيوان بالشكل ده اول زي الجراد زي الايه؟ الجرادة اللي عنده بتتكون الجرادة يا شباب زي ما احنا شايفين كده قلب بتاعها ها نعدي سوا كده؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى القلب من كم حجرات؟ سبعة ستة حجرات ستة ايه؟ حجرات سبعة حجرات يبقى له انه حيوانات تحتوي على جهاز دوري مفتوح مثال مين؟ الجرادة تركيب القلب ها؟ سبعة سبعة حجرات ها؟ طيب الحجرة اللي قدامي ده يا شباب واصل بينها وبين الحجرة اللي قدامها ده يا على طول حاجة اسمها فتحات حاجة اسمها ايه؟ فتحات لان انا بنق الدم يبقى المفروض ان انا بعمل توصيل بين الحجرات السبعة على اساس ان كل الحجرة منهم يكون فيها كمية الدم اللي توزع للخلال ده لا طب انا عندي الخلال الي تحت ده هي موجودة يوصلها الدم ازاي؟ بقوم جاي من قاعدة بتاع الحجرة ده هي وعمل حاجة اسمها اوعية ايه؟ اوعية تبدئ الأوعية الي عندي ده هي ايه اللي هيصلاها تجمع الدم وتوده ليه الخلال عن طريق حاجة اسمها الفتحات الجيوبية الفتحات الايه؟ الجيوبية يبقى كايفية النقل هنا ازاي؟ كايفية النقل في الجراد؟ عن طريق الفتحات الجيوبين. فبس كلا تاني. انا عندي جائمة البراد. بقدر سنفه تحت الجهاز الدوري المخشوف. وبالتالي عملية تبادل الغازات بطيعة. وعملية نقل الدم بطيعة. بعد كده بدخل على تركيب الفضل. تقول اللي بيكتوب من سبع حجرات. ما انتوش ملاحسين حاجة ان الحجرة الخلفية مكفولة. والحجرة القدامانية مفتوحة. بايزا صح. نجل ايضا صحة انه جهاز الدوري بتاعي جهاز دوري ايه? مفتوح. جهاز دوري ايه? مفتوح. تعرف تقول لي كده مثال على هاوات ليه جهاز دوري مفتوح? نحن. الجرار. كيفية اتخال الدب فيه عن طريق? الفتحات الجلوب. الفتحات الايه? الجلوبين. طيب. بعد كده ندخل يا شباب على الجهاز الدوري ايه? المقرق. في الجهاز الدوري ايه? المقرق. طيب يبقى المفتوح انه عكسي انه ده قد المغازات حيكون? بسرعة. بسرعة. ندخل الدم بسرعة. بسرعة. ليه? لان الاوعية اللي عندي ايه? مقفولة. الاوعية اللي عندي ايه? مقفولة. فانا فيش خوف ان الدم يخرج برا الجسم. يخرج برا لايه? مرة كيس. ان الدم بتاعي يفرق برا الهيزة? ممكن منعجزك ولي في المساعدة. خلاص? بيبقى انا عندي دلوقتي يا شباب. ها الاوقاية اللي عندي. حجرة بتاعتي. حجرة مقفلة. اهل? والوعاء مفتوعة. فما سمينا الجهاز دوري مفتوعة. خلاص? عملية تبادل غذاب بالكون ببط. وعملية نقل الدم بالكون ببط. عملية نقل الدم بالكون ببط. وقت حاضية? طيب. بعد كده بدخل على الجهاز الدوري للمغط. عملية تبادل غذاب بالكون سريعة. عملية نقل الدم بالكون بسرعة. طيب. لو انا جديد الوقتي اقارم بين الجهاز الدوري المفتوعة والجهاز الدوري المغلق. اقول ايه يا معاذ? واحد. المفتوح اه تبادل غذاب في بطيء. ايوا? والمغلق تبادل غذاب سريع. ايوا? والمفتوح نقل الدم فيه الموط. والسريع نقل الدم بسرعة. نقل الدم ايه? الاسكرة? خيط. يبقى احط مثال على جهاز دوري مفتوح. الجرار. احط مسالا على جهاز دوري مغلق. دودل. ايه? والهنسان. ايه انا هو? وارسم دودس الارض بالشكل دهو. ادي شكل بتاعي. خلاص? طيب. فلاحد ان عندي هنا هو انا عم بدت باللون الهون? بدت باللون الهون? الاسمرة هون. صح? طيب. بعمل هنا برضو وعاء بالشكل دهو. اهز كده? طيب. يبقى اذا فيه وعاء زهري ووعاء بطري. طيب. حاجة جمع فيهم كده هوت? باللون الازرق كده هو? حاجة اسمها اوعية جاذبة. حاجة اسمها اوعية ايه? جاذبة. يبقى انا هاجة هنا هوت واتكلم عن النقل في الجهاز الدوري المغلق. في الجهاز الدوري الايه? المغلق. في الجهاز الدوري الايه? المغلق. في الجهاز الدوري الايه? المغلق. طيب. الجهاز الدوري اللي عندي هنا هو مغلق. بالطريقة اللي انا شايفها ده هي. يكون اندفاع الدم فيها محمد يا فهر. سريع ولا بطيء? بطيء. سريع ولا بطيء? ده البطيء ليه? وسريع ليه? سريع ليه? ها? اه? لانه مغلقي. فما فيش كفنية من الدم الممكن تخرج برا الايه? برا الجزء بتاعي. برا الجزء بتاعي. طيش. انا لو جيت هنا واحد يا شباب. واتكلم على تركيب القلب في دودة الارض. تركيب اهو تركيب القلب في دودة الارض. في دودة ايه? الارض. ايه اللي يحصل عندي? او التركيب واحد. وعاء. ها? صابري. يبقى وعاء صابري. يبقى دي وعاء? وعاء بطيء. حلوة. وعاء ظهر. يبقى اندفاع الدم. انا من الظهر او. يبقى من الخلف الى? الامام. من الخلف الى? الامام. يبقى حيمشي كده الدم. صح? طيب. لما اجابون تاني حاجة انا هو اتوعاء تحت وعاء بطني. وعاء ايه? بطني.